يمكن ألف منهم مبروك مباراة صعبة قدوا لعليهم جهاز فاني لعبين كسبنا مباراة في البلاست سعيد مبروك طبعا وإن شاء الله اللي جاي بقى أحسن زي النهاردة في أخطاء حصلت آه في أخطاء حصلت لكن الروح في الثالث والرابع فعلا فرقت وفعلا غطت على الأخطاء وده اللي احنا دايما بنقوله الروح بينة قوي 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 من نصف الثالث كده وانت راح لحد الرابع والخمس من البنش كمان يعني احنا دايما ان احنا كنا بنتفرج جوا على المارتش بنقول بص بين الشكل عامل ازاي غير الكورتر والتري خالص وهي دي النقطة المهمة انا ممكن اكون مش موفق او ممكن اكون نهاردة مش جيمي بس الروح بتعوض فنيا جوا المنع فيه شغل حصل كتير كويس زي طريقة الدفاع على والتر كنا بنتكلم في الاول ان احنا الراجل والتر ده بيعدي ما بيلاقيش حدي بيقابل ليه لان الناس اللي على الجناب ضغطة على مناتها قوي طب انا عارف عشان بيشوت اخر عاج متين او ثلاثة تحديدا في الكورتر الخامس في الاكستر تايم دفعنا بالشكل ده واخدنا في التلات كورتر اتنين ستين واحدة رباون بالسبب ان اللي كان ماسيك هولج مش بياخد الكورة مش عايز ياخد الكورة مش عايز يتعقل واللكنين اللي على الجناب مدايقين المساحات فمفيش مساحة للبنطريشن اقفلوا مساحات شوية على الدخول اه وخروج انس واسامة برضو خمسة فاول ساهل عيانهم ما عندنا ما احنا الكس خرج يا كبنا خير الكس خرج ما هم الانس خرج في الزمانة بس ايدا بس فرق ما بينهم حاجة بسيطة بس انا عايز اول حاجة في خروج انس لما كان انس في الملعب كان مصطفى كيجي هو اللي ماسيك الكس فكان بيفوت منه يلاقي انس